موسيقى حياكم الله وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المجال معكم فيها أسماء الحاج وبدايتنا بالعنوين تركيا تحيي الذكرى الخامسة لمحاولة الانقلاب الفاشلة في الخامس عشر من يوليو تموز وأردغان يؤكد مضي البلاد قدما في طريق الديمقراطية طالبان تعرض وقفا لإطلاق النار لثلاثة أشهر مقابل الإفراج عن سجناء وواشنطن تعرض خطتها لإجلاء الأفغان المتعاونين معها الصدر يعلن عدم مشاركة تياره في الانتخابات العرقية المبكرة ويصف ما يجري بأنه مخطط دولي لإذلال الشعب نستهل مجالنا من تركيا حيث يحيي الشعب التركي الذكرى الخامسة لإفشال محاولة الانقلاب في الخامس عشر من تموز يوليو عام الفين وستة عشر من جانبه قال الرئيس رجب طيب أردغان إن إفشال محاولة انقلاب الخامس عشر من تموز هو عنوان لانتصار الحق على الباطل والعدل على الظلم وأكد أردغان أن الشعب التركي في تلك الليلة استطاع صد المحاولة الانقلابية من جهة وإحباط محاولة غزو تستهدف تركيا والاستلاء عليها من جهة أخرى وشدد أردغان على أنه لا يمكن الوفاء أبدا بحقوق الرجال الشجعان الذين حاولوا تلك الليلة السوداء أو حولوها إلى فجر الأمة والديمقراطية بتضحياتهم آمن العمدون والتفاصيل مرحبا آمنة فعلا أسماء يحيي شعب التركي في هذا اليوم من كل عام ذكرى ملحمة دحر المحاولة الانتقالية الفاشلة التي شهدتها البلاد في الخامس عشر من تموز سنة الفين والستة عشر محاولة قدها ضباط منتسبون إلى تنظيم جولن الإرهابي للسيطرة على الحكم بقوة السلاحة لكن نجح الشعب والسلطات التركية في إفشالها خلال خمسة عشر ساعة فقط انقلاب فاشل ذهب ضحيته أكثر من مئتين وخمسين شهيدا وحوالي ألفين ومئتي مصاب من المدنيين وقوات الأمن والجيش في يوم وصف بالفاصل في تاريخ تركيا وأعلن عقبه تاريخ الخامس عشر من تموز من كل عام يوما للديمقراطية والوحدة الوطنية في تركيا تخليدا لشهداء إفشال المحاولة الانقلابية التاريخ سيسطر بطولات ليل الخامس عشر من تموز نحن مدينون للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن تركيا وديمقراطيتها وأترحم على شهدائنا هذه الليلة باتت رمزا لإرادة الشعب ونضاله ضد الباطل ووحداته بكافة أطيافه ضد المخططات والمؤامرات الخارجية لإضعاف دولتنا ليلة الخامس عشر من تموز سيبقى ذكرى خالدة في تاريخ انتفاضات وثورات الشعوب من أجل الحرية قدم فيه الشعب التركي درسا في فنون الصمود والدفاع عن الديمقراطية ليوذهل العالم بدحره للانقلابيين ورغم مرور خمس سنوات على تلك المحاولة فإن أحدثها لا تزال ماثلة في أذهان الأتراك حيث حاول ضباط في الجيش مساء الخمس عشر من تموز الانقلاب على الديمقراطية والسيطرة على المقار السيادية في البلاد لكن مقاومة الشعب التركي تمكنت من إفشال المحاولة خلال ساعاته فيما استخدم الانقلابيون طائرات الحربية والمروحيات كما قصفوا مقر البرمان التركي ومحيط قصر الرئاسة في أنقرة وتجمعات للمواطنين في اسطنبول في مثل هذا اليوم قبل خمس سنوات استهدف الانقلابيون إرادة شعبنا بقصف البرلمان التركي لكننا كنا واثقين بصمود شعبنا ووقوفه في وجه الانقلابيين الخوانة الذين استعانوا بالخارج لدى مصلحة بلدهم محاولة الانقلاب استهدفت احتلال بلدنا بدعم خارجي وأنا أؤكد لكم أن الخامس عشر من تموز هو تاريخ نهاية الانقلابات في تركيا الانقلابيون حاولوا أيضا يحتلال جسر البوسفور الذي تغير اسمه لاحقا إلى جسر شهداء الخامس عشر من تموز ومطار أتا ترك الدولي ومقر هيئة الإذاعة والتلفزيون في العاصمة أنقرة ومقر التلفزيون التركي في اسطنبول وعدة مرافق رئيسية في البلاد لكن سرعان ما قوبلت محاولاتهم باحتجاجات شعبية عارمة في عموم البلاد ونزل مئات الألاف من المواطنين إلى الشوارع وقطعوا طريق الدبابات بأجسادهم وذلك استجابة للدعوة التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردغان لمواجهة الانقلابيين وعقب إفشال المحاولة الانقلابية شنت الحكومة التركية حملة أمرية واسعة ضد عناصر تنظيم جولن الإرهابي في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وجرت محاكمات واسعة للعناصر التي شاركت في المحاولة الانقلابية كما صدرت مئات الأحكام بالسجن المؤبد بحق الانقلابيين خاصة قادة المحاولة الانقلابية إذن يوم تاريخي هتفت خلاله الألسن باسم تركيا المدنية المتقدمة كانهم يتمنون وينشدون لأنفسهم مستقبلا بلا حكم عسكري يوم عطى فيه شعب تركيا درسا قاسيا للمتآمرين على بلادهم مؤكدا أن الحرية والديمقراطية تستحق هذا الثمن الباهظ إذن شكرا لك آمنة والإنقاش كل هذه التفاصيل ينضم إلينا من كوجالي عبر سكايب أستاذ العلاقات الدولية في جامعة كوجالي الدكتور عرفان كايا أولكير دكتور كايا أولكير أهلا بك إذن بعد خمس سنوات الآن من محاولة الإنقلاب الفاشلة كيف تقرأ الآن المواقف الدولية لسيما الأوروبية والأمريكية منها إذا هذه المحاولة نعم في تركيا واليوم نحيي ذكرى الخامسة لمحاولة الإنقلاب الفاشل ونعرف جيدا أن الغرب دائما يقف وراء الإنقلابات العسكرية في بعض الدول وهم يريدون السيطرة على تركيا ويريدون أن يمسكوا في زمام الحكم في البلد لا يختلف أثنان على ذلك أن الغرب يقام بدعم الجماعات التي قامت بهذه المحاولة والشعب التركي رفض تلك التدخل ورفض ذلك الدعم ووقف ضد الإنقلاب تعرفون أن أيضا الولايات المتحدة يعني دعمت ذلك الإنقلاب بشكل علني لم يكن مخفيا الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة لهذا الإنقلاب وللجماعة التي قامت به وهم كانوا يهدفون القضاء على أردغان من خلال تلك أو ذلك الإنقلاب لأنهم يعرفون أن لن يسيطروا على تركيا إلا في حال القضاء عليه ودعموا هذا الإنقلاب إذن بعد الإنقلاب وخلال شهرين لم يزور تركيا أي من القادة الغربيين وأيضا فدركا موغريني قامت بتصريح خجول حقيقة لم يليق بالاتحاد الأوروبي كانت تركيا تتوقع تنديد بالانقلاب بلهجة أقوى والوقوف مع الشرعية ومع الحكومة لكن ما قاموا به هو أنهم نددوا بتصريحات خجولة لم يتلق بهم والولايات المتحدة كانت تتحدث بلهجة أنهم تدعو الأطرف إلى الهدوء نعم على الصعيد الأقليمي والدولي برأيك هل أصبحت تركيا أكثر قوة وحضورا ما بعد عملية الانقلاب الفاشلة ونتساءل في المقابل ما الذي يخيف الغرب من تركيا القوية وهي حليف لهم العلاقة التي بين تركيا والغرب ولسيما بعد الحرب الباردة حقيقة اختلفت والغرب كانوا يريدون أن يروا تركيا تنفذ أجنداتهم في المنطقة لكن تركيا تتبنى أجنداتها التي ترعى مصالحها تريد أن تتبع أجندة أجندة أنقرة إن صح التعبير وتطبقها في القوقازو وفي المناطق المناطق النفوذة الطبيعية بالنسبة لتركيا وأردوغان الذي كان يخطط لتأسيس تركيا قائمة على قدميها لا ترد على أي من الدول الغربية وكان أفضل رد على ذلك ليلة الإنقلاب وعندما تم القضاء على الإنقلابيين في العالم التركي وتعرفون أن القوقاز ومناطق الإدارة العثمانية القديمة لا يريدون لتركيا أن يكون دورا فعالا في تلك المنطقة ولذلك يريدنا التضاء على أردوغان لأن أردوغان هو الذي قام بنهوض بنهضة تركيا الحديثة أردوغان 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 قال قال مفاوض من طرف الحكومة الأفغانية في محادثات السلام مع طالبان إن الحركة قدمت اقتراحا بوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر مقابل إطلاق الحكومة لسبعة ألاف سجين لديها ورفع اسم قادة الحركة من القوائم السوداء من جهة أخرى أكدت الولايات المتحدة أنها تعمل لاستصدار تأشيرات للمتعاونين الأفغان مع القوات الأمريكية والحلفاء موضحة أن رحلات الطيران المخصصة لإجلائهم ستبدأ نهاية الشهر الجاري الإفراج عن سبعة آلاف من عناصر الطالبان في السجون الحكومية مقابل هدنة لمدة ثلاثة أشهر آخر عروض الحركة في مناوراتها السياسية مع الحكومة الأفغانية ميدانيا تصب تطورات في صالح على الحدود مع باكستان ومناطق استراتيجية على الحدود مع إيران وأسباكستان وتجاكستان بالإضافة إلى معظم ولاية بدخشان التي تضم حدود البلاد مع الصين هذا النجاح الميداني لطالبان وإن لم يبلغ بعد مرحلة السيطرة الكاملة يلعب دورا مرجحا في تشكيل مستقبل أفغانستان الحركة رحبت على لسان المتحدث باسمها محمد نعيم بتصريحات وزير الدفاع إيجابية مع العالم وعدم السماح باستخدام الأراضي الأفغانية ضد أمن أي دولة بالمقابل بدأ تصريح المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد أقرباً ما يكون للاعتراف بالهزيمة في أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة بمرور الوقت أصبح واضحاً أنه لا يوجد حل عسكري وأن طالبان قد أعادت تشكيل نفسها والمحاولات المختلفة لحل عسكري لإجبار طالبان على قبول ما هو مقبول لنا نحن الحكومة الأفغانية لن ينجح بوسائل عسكرية أفغانستان لم تكن في سلام حين دخلناها والآن نتركها ساحة حرب وننسحب لقد كانت في حرب طيلة 43 سنة وطالبان كانت تحقق تقدماً على الأرض ونحن هناك منتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن وصف ظروف الانسحاب بأنه أشبه ما يكون بحرب فيتنام وأن اتفاقه مع الطالبان مماثل لاتفاق رئيس السابق ريتشارد نيكسون مع فيتنام الشمالية والاكتفاء بتقديم وعود كلامية للحكومة الأفغانية تماماً كما فعل نيكسون مع الحكومة الفيتنامية الجنوبية تشابه مصير الحكومة الأفغانية مع مصير حكومة فيتنام الجنوبية حتمية أكدتها تطورات الميدانية مع فرار مئات الجنود الأفغان وتخلي القوات الأفغانية عن أجزاء كبيرة من البلاد خلال أقل من ثلاثة أشهر وفوق هذه وتلك يأتي سعي واشنطن لإجلاء المتعاونين الأفغان مع القوات الأمريكية والحلفاء وقريبة لطالبان على زمام الأمور في البلاد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان ليس الوحيد في قائمة التغييرات الخارجية في سياسة واشنطن التي تعمل على تخفيف دعمها العسكري لعدد من دول الشرق الأوسط بهدف إعادة تنظيم وجودها العسكري حول العالم ولنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا من زابل في قندهار الخبير في الشؤون الأفغانية روح الله عمر سيد روح الله أهلا بك بداية نتساءل عن مقترح طالبان بهدنة لثلاثة أشهر هل هو محاولة من الحركة لاستغلال انتصاراتها أم أنه رضوخ لضغوطات دولية حركة طالبان لما وقعت الاتفاقية مع الجانب الأمريكي في الدوحة ذلك اليوم صرح المتحدث باسم المكتب السياسي سهيل شاهن أن وقف إطلاق النار سيكون النقطة التي ستناقش في الانفاوضات بين الأطراف الأفغانية في الدوحة أصلا الحكومة الأفغانية كانت تطالب منذ زمن بوقف إطلاق النار والحال أن وقف إطلاق النار كان جزء من الإجندة في الانفاوضات الأفغانية الآن عند بدأ الانفاوضات الأفغانية ستكون وقف إطلاق النار جزء من هذه الإجندة المشتركة بين الطرفين أصلا حركة طالبان منذ البداية تقول أنها تريد الحل السياسي للمعضلة الأفغانية لأنه لا يوجد له أي حل عسكري جربه لقياء في العالم الحلف شمال الأطلسي هو أقوى حلف العالم حاليا ولكن الحلف شمال الأطلسي أيضا في الأخير وصل إلى أنه لا حل عسكريا لأفغانستان لذلك حركة طالبان تؤمن بذلك الآن لو كانت حركة طالبان تطرح وقف إطلاق النار فهذا ليس أن هناك ضغوطات دولية أنتم تعرفون أفضل مني أن الضغوطات الدولية هي جارية من تقريبا ستة أو سبعة عشر أشهر ولكن الآن رضوح حركة طالبان لوقف إطلاق النار هو فقط لأن جميع القوات الأجنبية بصدد خروجها من أفغانستان فإن شاء الله سيكون هناك أيضا بحث على وقف إطلاق النار بين الأطراف الأفغانية نعم فيما يتعلق بهذه التطورات الميدانية سيد روح الله هل ستنجح حركة طالبان الآن في طمأنة دول الجوار القلقة من هذه التطورات الميدانية وما يتعلق أيضا بموجات نزوح مرتقبة حركة طالبان بدأت بالأسفار المسلسلة إلى إيران ومن ذلك إلى باكستان طمأنت باكستان وجميع دول الجوار أنها تريد أفضل العلاقات مع جميع الدول المجاورة أصلا حركة طالبان أثبتت بمقاومتها التي استمرت عشرون سنة أنه لم يلحق أي ضرر بدول المجاورة حركة طالبان هي حاكمة على بعض المناطق المجاورة مع إيران وباكستان منذ سنوات يعني حركة طالبان هي سيطرت على بعض المناطق الحدودية مع باكستان وإيران قبل ثمانية أو عشر سنوات ولكنه لم يكن هناك أي ضرر لم يلحق أي ضرر بباكستان ولا بإيران فحركة طالبان أثبتت بعملها أنها لا تريد أن يلحق أي ضرر بدول المجاورة والآن هي أيضا سافرت إلى روسيا سافرت إلى أوزباكستان وطمأنهم أنهم لا يسمحوا لأحد أن يستخدموا أراضي أفغانية ضد أحد وبنفسهم الحركة الطالبان لا تنوي إلحاق أي ضرر بدول المجاورة وتريد معها أفضل العلاقات أما بالنسبة للنزوح فلا شك أن الحرب إذا وصل إلى المدن سوف يكون هناك عملية نزوح كبيرة فإن شاء الله نأمل كان يوم الجمعة القادم هناك لقاء بين قادة السياسيين الأفغان وبين حركة الطالبان في الدوحة ولكن سمعنا الآن بعد العصر أنه أجلت تلك اللقاء بين الأحزاب السياسية وبين حركة الطالبان لأجل بعض المشاكل في الوفد الحكومي. الوفد الحكومي صنع أو كوين مرة أو مرتين ولكنه بعد اختلافات داخلية تؤجل هذه اللقاءات. تأجيل هذه اللقاءات لا يسمح أن تكون هناك لقاء مؤثر بين حركة الطالبان وبين الأحزاب السياسية. وهنا نتساءل سيد روح الله هل ستصل طالبان لتوافق مع الحكومة في ظل هذا الاختلاف الكل في وجهات النظر فيما يتعلق بشكل الدولة الأفغانية؟ المشكلة الأساسية في الحرب الأفغاني أن الأحزاب السياسية والأطرافة السياسية كثيرة جدا في الحكومة وهم لا يتوافقون على تشكيل حتى أن تشكيل الوفد السياسي استغرق السنة واحدة. الآن تشكيل الوفد آخر يكون مكون من القادة. استغرق أشهر. الآن لما كوين ذلك الوفد ثم هناك اختلافات بين الأطراف الداخلية في أفغانستان على من انضمام بعض الشخصيات الأخرى إلى ذلك. سمعنا أن رئيس حزب إسلامي قلب الدين حكمتيار أنكر المشاركة في هذا المؤتمر. لأنه بعدما سمع عن ضمام بعض الشخصيات الأخرى. فلذلك الاختلافات الداخلية هي المشكلة الأساسية. نطالب نحن من هذه المنصة من جميع الأطراف الأفغانية يكونوا صفا واحدا. إذن شكرا لك كنت معنا عبر سكايف من زابل في قندهار الخبير في الشؤون الأفغانية روح الله عمر. قال الزعيم العراقي مقتدى الصدر أن تياره لن يشارك في الاتخابات المقبلة التي ستجري في أكتوبر. وإنه يسحب دعمه لكل الحكومة الحالية والحكومة التي ستنتخب لتحل محلها. ودع الصدر إلى الانتباه قبل أن يكون مصير العراق كمصير سوريا أو أفغانستان أو غيرها من الدول التي وقعت ضحية السياسات الداخلية والإقليمية والدولية حسب قوله. بعد إغلاق باب الترشح والانسحاب من الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة خرج زعيم الطيار الصدري مقتدى الصدر معلنا عدم الترشح في الانتخابات ورفع يده عن كل من يدعم الحكومة القائمة أو المقبلة. أعلمكم بأنني لن أشترك في هذه الانتخابات فالوطن أهم من كل ذلك وأعلن عن سحب يدي من كل المنتمين لهذه الحكومة الحالية واللاحقة. وإن كانوا يدعون الانتماء لنا آل الصدر فالجميع أما قاصر أو مقصر أو يتبجح بالفساد. انسحاب عزاه الصدر إلى أسباب عدة بينها ما سماه المؤامرة الدولية على العراق وشعبه لمنع من وصفهم بالشرفاء من الدخول إلى الانتخابات والفوز بها ومن ثم محاربة الفساد المستشرية في البلاد. غير أن رسائل الصدر المتعاقبة لم تخل من تحذيرات من مغبة ذهاب العراق إلى مصير السوريا وأفغانستان إذا استمرت السياسات الداخلية والإقليمية على ما هي عليه حاليا بشأن بلاد الرافدين. فانتبهوا قبل أن يكون مصير العراق كمصير سوريا وأفغانستان أو غيرها من الدول التي وقعت. بحية السياسات الداخلية والإقليمية والدولية. لكن الرسائل الصدر وتحذيراته اعتبرها البعض ختاما لما يمهد له الرجل منذ أيام. حين كشف الأسبوع الماضي أن حياته باتت مهددة في ثالث تهديد يكشفه الرجل قبل ثالث انتخابات على التوالي. ثم ما لبث الرجل أن بدأ رسالته الثانية بانتقاد العمليات المسلحة التي تجريها فصائل عراقية ضد أهداف أمريكية في البلاد؟ قائلا إنها ستسهم في زيادة عدد القوات الأمريكية بدلا من إنهاء وجودها. ختام الرسائل الصدرية كان قبل يومين. حيث دع الحكومة العراقية إلى محاسبة المسؤولين عن وقوع حريق مستشفى الناصرية. وإلا فستعتبر الحكومة بصغيرها وكبيرها مسؤولة عن المأساة. وذلك قبل أن تصل رسائل الصدر إلى نهايتها بإعلان انسحابه من الانتخابات القادمة. خطوة مفاجأة لا سيما أن التيارة الصدرية كان يسعى لحيازة مقاعد أكبر خلال الانتخابات المقبلة للحصول على منصب رئيس الوزراء وفق تصريحات سابقة للصدر. لكن تداعيات هذا القرار ستتكشف خلال الأيام المقبلة. وهل هو قرار نهائي؟ أم مجرد مناورة انتخابية للحصول على مكاسب سياسية؟ ولنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد مستشار مركز الخبراء في الدراسات السياسية والاستراتيجية علي فضل الله. سيد علي أهلا بك. بداية في أي إطار يمكن قراءة عدم مشاركة مقتدى الصدر في هذه الانتخابات القادمة؟ طبعا خطاب السيد الأخير صباح هذا اليوم فيه أكثر من إشارة. وأعتقد يفسر على أن التيارة الصدرية ذاهب حقيقة لدعم موضوع تأجيل الانتخابات. باحتبار أن هناك بعض القوات السياسية بدأ يعلو صوتها بتأجيل الانتخابات القادمة. الانتخابات طبعا الكل يعلم أنها مطلب شعبي والمرجعية الدينية في النجف أكدت على موضوع إجراء الانتخابات المبكرة من أجل احتواء الأزمات حقيقة المتوالية في العراق من خلال إجراء الانتخابات. لذلك يبدو أن السيد حقيقة أدرك أنه لديه مشكلة داخل القاعدة الشعبية للتيارة الصدرية باحتبار أنه في الفترة الأخيرة ظهر أكثر من مؤشر سلبي باتجاه أداء التيارة الصدرية في العملية السياسية من خلال بعض الإخفاقات في بعض الوزارات. وهذا يسجل بالسلب في المرحلة القادمة. لذلك يبدو أن السيد مقتدى من خلال المناورة ذهب لهذه الإشارة. لذلك أعتقد السيد بدأ يدعم موضوع تأجيل الانتخابات للمرحلة القادمة. هل يعني ذلك بأن التحالف سائرون سيتفكك أم ماذا؟ الحقيقة السائرون لديه في الستراتيجية قد تكون غريبة نسبة للنظام السياسي في العراق. لديه المناورة دائماً الكبيرة هو لديه العطافة قد تصل إلى أقرابة 360 درجة. هناك رفض لكن نتفاجأ بعد فترة وجهزة أنه عودة لذلك الأمر. والسيد مقتدى يعتبر من صقور السياسيين العراقيين في العملية السياسية العراقية. ويمتلك حقيقة خبرة كبيرة جداً. لذلك هو يناور أنا برأي من خلال هذا التصريح أو من خلال هذا الخطاب. لكن بالمجمل من الصعب جداً أن نتوقع مغادرة السائرون. ودليل ذلك أنه لم نشهد حقيقة أي استقالة من قبل أعضاء السلطة التنفيذية والتشريعية. خصوصاً أن تأير الصدري الآن يعتبر المكون الأكبر داخل حكومة الكاظمي. فلو كان هناك فعلاً توافق مع الخطاب. خطاب سيد مقتدى كان من المفترض أن نشهد حقيقة. ولكن أستاذ علي برأيك ألن يمثل هذا القرار فرصة لكتل أخرى للفوز بنصيب سائرون إذا ما استمرت المقاطعة؟ قطعاً هذا الموضوع إذا لم يحسب بحسابات دقيقة. أنا أتوقع حقيقة جانب مهم لدى التيار الصدري مستشارين حقيقة يدركون طريقة التعامل مع الشارع العراقي. وأنا قلت في بداية كلامي لديهم حسابات غريبة تفاجئ الجميع دائماً. لذلك من الصعب جداً أن نتوقع أن هذه الخطوة جاءت عن طريق الصدفة. أنا برأيي هي خطوة مدروسة محسوبة من قبل التيار الصدري ومستشاريه. لذلك لا نتوقع أن يكون هذا الموضوع ينعكس بالإيجاب باتجاه باقي الكوة السياسية. جانب مهم لو أن السيد مقتدى أصر على موضوع مغادرة الانتخابات فمن الصعب جداً أن نتوقع إجراء الانتخابات في المرحلة القادمة. باحتبار أن سايرون تعتبر قطب من أقطاب العملية السياسية في المرحلة. الشرط أستاذ علي إلى أنها محاولة مدروسة ولكن البعض يرى بأنها محاولة للتنصل الصدر من المسئولية السياسية في ظل الإخفاقات الحكومية. آخرها طبعاً ما يتعلق بحريق الناصرية. يعني هذا الموضوع واحد من التحليلات قد نذهب لهذه الاحتمالية. لكن بالمجمل من الصعب جداً أن يمحى من ذاكرة العراقيين هذه الإخفاقات وهذه الكوارث الإنسانية التي سجلت على التيار الصدري. يعني لا نتوقع أن تزاع هذه الأزمة بأزمة أو من خلال خطاب. نعم قد تؤثر اليوم أو بعد غد لكن بالمجمل سوف تبقى بذاكرة العراقيين أن هناك إخفاق يحسب على التيار الصدري. في موضوع إدارة الملف الصحي خصوصاً في الناصرية. لذلك قد هذا الموضوع يحسب من باب أنه إبعاد أو جذب القاعدة الشعبية للتيار الصدري من خلال هذه الخطابات العاطفية أو الحماسية. لكن بالمجمل من الصعب جداً أن نتوقع أن يكون هناك تصحيح لمسار التيار الصدري في المرحلة القادمة. بالمجمل هناك إخفاقات وهناك برأي عدت نازلي لمقبولية التيار الصدري داخل الشارع العراق. نعم إذن شكراً لك كنت معنا من بغداد مستشار اتحاد الخبراء الاستراتيجيين السيد علي. فضل الله شكراً. مجالنا متواصل معكم ولكن بعد فاصل قصير. حياكم الله من جديد. قالت منظمة الصحة العالمية أن زيادة الإصابات بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة. إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توفر اللقاحات المضادة له. هذا فيما سارعت دول عدة إلى تقديم مساعدات طبية عاجلة لتونس. في مواجهة موجة رابعة لانتشار فيروس كورونا بلغ معها مستوى الإصابات والوفيات اليومية أرقاماً قياسية. موجة جديدة من وباء كورونا تجدح دولاً عدة تبدد أمل التخلص من جائحة أنهكت العالم على مدار أشهر. حيث تواصل سلالة دلتا المتحورات ضرب عدة دول لتعيد إجراءات الإغلاق مجدداً ويطل شبحه مرة أخرى مذكراً للجميع بأيام شديدة القتامة. روسيا التي نجحت سابقاً في سيطرة على انتشار الوباء أعادت لتسجل أعداداً قياسية بالإصابات والوفيات اليومية فيما تستمر عمليات التطعيم الأطقم الطبية بغية سيطرة على الوباء. أما أستراليا فتكافح بكامل جاهزيتها في سبيل وقف انتشار سلالة دلتا حيث فرضت إغلاقاً شاملاً للمرة الخميسة على التوالي في مالبورن ثاني مدنها. الوضع ذاته تشهده إسبانيا وهي تواجه ارتفاعاً حاداً في عدد الإصابات بسبب انتشار المتحورة دلتا خصوصاً بين الفئة الشبابية. يأتي هذا في ذل توقعات لهيئة تنظيم الأدوية في أوروبا بأن تشكل دلتا المتحورة من كورونا 90% من السلالات المنتشرة في الاتحاد الأوروبي مع نهاية الشهر المقبل ومع رفض بعض الفئات لعمليات التطعيم بدأت بعض الدول في اتخاذ إجراءات مشددة مثل ما فعلت باكستان التي أخطرت المواطنين الذين يرفضون تلقي التطعيم من حجب رواتبهم وحضر هواتفهم. على الخطاعينها تسير الصين التي منعت المواطنين غير المطعامين من دخول الجامعة والمستشفيات ومتاجر الأغذية. عربياً تتصدر تونس على معدل الوفيات والإصابات بفيروس كورونا عربياً وإفريقياً في وضع كارثي عمق انتشار سلالة دلتا المتحورة من آثاره. ما أجبر السلطات على إقامة مستشفيات ميدانية والاستعانة بالجيش في عمليات التطعيم. بالتزامن مع ذلك بدأت قوافل المساعدات الدولية والعربية العاجلة تتوفد إلى تونس في وقت تعاول فيه السلطات على تكثيف حملات التطعيم. خطوات قد تساعد على احتواء الوضع الصحي مؤقتاً، لكنها لن تخفف من عواقب وخيمة تقول منظمة الصحة العالمية إنها قد تحدث في حال استمر تصاعد أعداد الإصابات بكورونا في الشرق الأوسط مع بطء عمليات التطعيم ضد الفيروس. ولنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الأستاذ المحاضر في جامعة رفيق الحريري والمتخصص في علم الجراثيم والفيروسات. البروفيسور محمود حلبلب. بروفيسور محمود أهلاً بك. نتساءل الآن هل نحن بصدد موجة رابعة من كورونا قد يعيدنا فيها المتحور دلتا إلى المربع الأول من حالات الإغلاق؟ مساء الخير لحضرتك والسادة المشاهدين. للأسف أنا نوعاً ما متشائم من وضع كورونا اليوم. الفيروس لن ينتهي. عجلة التلقيح عالمياً لا تزال نوعاً ما بطيئة عالمياً وخاصة في الدول ذات الدخل المحدود. وهذا سيؤدي مستقبلاً إلى ظهور العديد من هذه السلالات. وكما نرى اليوم سلالة دلتا وغيرها أيضاً لامدا في البرو. وهذا نوعاً ما مقلق. وكلما تأخرنا في تحديد أو الحد من انتشار هذا الفيروس سيكون لدينا العديد من هذه الموجات. الإقفال نوعاً ما الآن نحن تعلمنا طرق تفادي أو تقليل من حالات كورونا عالمياً. لا أظن أنه سيكون إقفال تام في معظم البلدان. ولكن التركيز الآن هو على إعطاء اللقاحات تلقيح العدد الأكبر من الناس. قبل أن تظهر هناك سلالة قد تؤدي إلى تفادي هذه اللقاحات المعتمدة. ولكن لربما نطرح سؤال الدكتور. نحن نعود إلى المربع الأول. تماماً. ولكن نتساءل كيف يمكن تفسير الآن تفشي الوباء في دول سيطرت على حالة تفشي الوباء في مراحل سابقة؟ الآن لدينا الكثير من المعلومات عن التقليل من الحالات. هناك الفحص المكثف في معظم البلدان. الفتح الاقتصاد الجزئي ساعد طبعاً. الاعتماد على تفادي الأماكن المزدحمة. الناس في العالم كله الآن أصبحت على علم كيف نحمي نفسنا من هذا الفيروس. جميع سكان الكرة الأرضية الآن يعلمون الطرق البسيطة نوعاً ما لتفادي هذا الفيروس. وإنما للخروج من هذه الأزمة هي اللقاح. واللقاحات اليوم هي فعالة. حتى لو هناك سلالات حتى الآن نوع السلالات التي ظهرت مؤخراً. جميع اللقاحات فعالة ضد هذه السلالات. إذن هذه اللقاحات هل هي قادرة أن تتعامل مع هذه الحالة من تحور أو تطور الفيروس؟ نعم معظم اللقاحات المعتمدة اليوم معظمها هي فعالة وتحمي على الأقل من الوفيات وتحمي من الدخول إلى المستشفيات. ولكن بعض هذه السلالات دلتا مثلاً فعالية بعض اللقاحات مثل فايزر مثلاً تحمي بنسبة 88% ضد العوارض أو ضد الالتهابات نفسها. أسترزينيكا 60% ولذلك هناك انخفاض نوعاً ما بفعالية بعض هذه اللقاحات. ولكن لا تزال تحمي من الدخول إلى المستشفيات بنسبة أكثر من 90%. وهذا حتى الآن نحن محظوظون بهذه النسبة ولكن إن بقينا على الوتيرة البطيئة عالمياً وخاصة دول الفقيرة مثلاً لا تتعدى الخمسة في المائة عدد السكان الذين تلقوا اللقاحات في بعض هذه البلدان. وبالتالي هذه ستكون بؤر في المستقبل لظهور بعض هذه السلالات. ونتمنى أن لا يكون هناك سلالة قد تتفادى كل هذه اللقاحات الموجودة اليوم. وإن حصل لا سمح الله نعود إلى المربع الأول في هذه المربع. نعم إذن شكراً جزيلاً لك من بيروت الأستاذ المحاضر في جامعة رفيق الحريري والمتخصص في علم الجراثيم والفيروسات. بروفوسور محمود حلبلب أهم الأخبار الأقليمية والدولية باختصار ثمانية قتلى وخمسة جرحة من المدنيين في قصف للنظام السوري والميليشيات الموالية له استهدف مناطق خفض التصايد في محافظة إدلب. السلطات التركية تنتشر 61 جثة اكتشفت في مقبرة جماعية بعفرين شمالية سوريا أعدمهم تنظيم بيكيكي الإرهابي أثناء سيطرته على المدينة. وزيرة الخارجية السودانية تقول إن الخرطوم تدرس إمكانية التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي بسبب تصرفات أثيوبيا بشأن سد النهضة. رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري يعلن تقديم اعتذاره عن تشكيل الحكومة بسبب مقال إنه تعنت من رئيس الجمهورية ميشيل عون. مجلس الشيوخ الأمريكي يقر حظر استيراد منتجات من إقليم شينجيانج الصيني ردا على انتهاكات بيكين بحق الإيجور والأقليات المسلمة. الرئيس الكوبي يعترف بتقصير حكومته في معالجة أزمة نقص الغذاء والدواء ما أسهم في تأجيج الاحتجاجات وإجراءات حكومية لتخفيف الأزمة. المحكمة العليا بالاتحاد الأوروبي تجيز حظر الحجاب في أماكن العمل بدعوة تقديم صورة محايدة للعملاء أو الحيلولة دون أي مشاحنات اجتماعية. أكد رئيس البرلمان التركي مصطفى شانطوب أن ما جرى في الخامس عشر من يوليو تموز كان هجوما ومحاولة لاحتلال تركيا عبر هجوم دولي. مضيفا أن الشعب التركي لن يسمح بعد اليوم بتكرار مثل هذه الخطوات ضد بلاده. البرلمان التركي أو ما يعرف بمجلس الأمة التركية الكبير كان واحدا من أبرز الأماكن التي استهدفت ليلة الخامس عشر من يوليو تموز. وهو الأمر الذي أثار غضبا واسعا لما يمثله البرلمان من رمزية للسيادة التركية. التقرير التالي يستعرض أبرز محطات إنشاء مجلس الأمة التركي الكبير. نتابع. مجلس الأمة التركي الكبير يعد الهيئة التشريعية في تركيا ويتكون من 600 نائب يمثلون الشعب في 81 ولاية تركية فضلا عن المغتربين الذين يصوتون في البعثات التركية في الخارج. ينتخب أعضاء المجلس كل خمس سنوات وفي دورته السابعة والعشرين تشكل المجلس من نواب ينتمون إلى 13 حزبا مختلفا إضافة إلى سبعة نواب مستقلين. تحالف الشعب المكون من أحزاب العدالة والتنمية والحركة القومية والوحدة الكبرى يمثل الأغلبية ب337 نائبا من مجموع 600. ويعود تأسيس المجلس إلى حرب الاستقلال التي انطلقت من مدينة سامسون شمالية الأناضول في التاسع عشر من مايو عام 1919. حيث اجتمع مصطفى كمال باشا مع ممثل الشعب من مدن عدة للتأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي البلاد من جهة وسيادة الشعب من جهة أخرى. وفي هذا الإطار أقيم مؤتمر في مدينة أرض روم شرقية البلاد لبحث سبل الصمود في وجه العدوان الغربي وقرر تأسيس حكومة مؤقتة إذ لم تستطع حكومة اسطنبول القيام بأعمالها. أعقبه مؤتمر أقيم بمدينة سيوس شرق أنقرة حث فيه مجلس المبعوثين العثمانية في اسطنبول على القيام بالأعمال التشريعية. في تلك الأثناء احتلت دول الحلفاء بريطانيا وفرنسا وإيطاليا عاصمة الخلافة العثمانية اسطنبول ومنعت أعمال مجلس المبعوثين بعد اعتقال أغلب نوابه ونفيهم إلى جزيرة ملطا. وفي الثالث والعشرين من أبريل عام الف وتسعمائة وعشرين افتتح البرلمان التركي باسم مجلس الأمة التركي الكبير لتتسلم أنقرة مهام تمثيل الشعب. واتخذ المجلس شعار الحكم للأمة دون قيد أو شرط. ومنذ ذلك اليوم تحيي تركيا ذكر افتتاح المجلس بعيد السيادة الوطنية. والآن إلى المجال الرقمي وآخر ما تداوله رواد المنصات لهذا اليوم معك أيمن جلد أهلا أيمن. أهلا بك أسماء شكرا لك. أهلا بكم يوم رفع فيه الجميع العلم التركي واقف الشعب يدا واحدة ضد الانقلاب. واليوم زعماء البلاد يحتفلون بهذه الذكرى العظيمة. فعلى موقع تويتر حيى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جميع الأبطال الذين علموا الخونة درسا لن ينسوا. ووزير الداخلية سليمان سويلو نشر قصيدة شعرية بهذه المناسبة موجها تحية امتنان للشهداء والمحاربين في تلك الليلة. أما وزير خارجية التركي مولد شووش أغلو فنشر مقطع فيديو يستذكر به اللحظات الحاسمة من تلك الليلة مؤكدا أن خدمة هذا الوطن والاستشهاد في سبيله واجب الجميع. رئيس البرمان التركي مصطفى شانطوب بعد افتتاحه معرضا للصور حول الانقلاب على جسر جالطة في اسطنبول شهد فيلما وثائقيا حول حياة الشهيد عمر خالص دمير. رمز البطولة في ملحمة الخامسة عشر من يوليو تموز قائلا إن عمر لا يموت. الأحزاب التركية موحدة مجددا ضد الانقلاب الفاشل بعد خمس سنوات مرت عليه. السفير التركي لدى الدوحة مصطفى كوكوسو قال إن تركيا أصبحت أقوى اقتصاديا بعد خمس سنوات من الانقلاب الفاشل. رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطن بدوره نشر مقطعا مصورا بهذه المناسبة. يظهر أو يظهر فيه المواطنون الأتراك بكل أطيافهم على مرء الأعوام. يدافعون عن ديمقراطيتهم بوجه الانقلابات والحروب حاملين العالم التركي ومتصدين للخوانة من كل المناطق نحو جسر الخامس عشر من يوليو تموز في إسطنبول قائلين تركيا لا يمكن كسر شوكتها. موسيقى 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 الشعب التركي بدوره احتفل بهذا اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي وباتهاني بيوم الديمقراطية والوحدة الوطنية الذي كتب الشعب فيه ملحمته الوطنية. فمن لم يرتدي العلم ويتقدم ضد العدو في تلك الليلة ومن لم يزال متحالفا مع الخوانة لا يمكنه أن يأكل من خبز هذا البلد. لن ينسى الشعب هذه الملحمة المباركة وليس بعد خمس سنوات بل بعد خمسة آلاف سنة. وبهذه المناسبة مدن تركية احتفلت بالشعب بجعل المواصلات العامة مجانية في هذا اليوم. المغاردون العرب شاركوا بآرائهم وأفكارهم حول الذكرى. مثمنين ما قام به الرئيس التركي في ذاك اليوم حيث طلب من شعبه التصدي للانقلاب رافعا شعار لا غالبا إلا الله. وبات ما بعد الخامس عشر من يوليو تموز ليس كما قبله. فتركيا هي الشعب والشعب هو تركيا. وحيث تكون المؤامرة على البلاد فلا معارض ولا مؤجد. الذكرى الخامسة للانقلاب الفاشل في تركيا. الانقلاب الذي هزمه الفيس تايم والشعب التركي. دول عربية هنأت تركيا بيوم الديمقراطية والوحدة الوطنية. دول أخرى تحتفل بالذكرى على طريقتها. ففي نيجيريا معارض صور يوثق محاولة الانقلاب الفاشل في تركيا. وتزامنا مع الذكرى الخامسة تم إطلاق عرض الفيلم السينمائي التركي شافاك باكتي. أو بزوغ الفجر. هذا الفيلم يروي قصة الخامسة عشر من يوليو تموز. وتبرز المقاطع الترويجية له مشاهدة تحاكي ما حدث من وقائع ليلة الملحمة. من وجهة نظر العديد من المواطنين. وكأنها قصص حقيقية تم إعادة تجسيدها بعمل سينمائي ضخم. برز فيه عدد من أهم نجوم السينما التركية. نهاية المجال الرقمي. عبد إليك يا أسماء. شكرا لك أيمن. كل أحب لك. ونبقى مع أبطال ليلة الخامس عشر من يوليو عام 2016 عندما قام إرهابيو جماعة غولين بمحاولة انقلاب على الديمقراطية في تركيا. حسين تنار كان يعمل إماما لأحد مساجد العاصمة أنقرة. ولم يتردد في الخروج لمواجهة الانقلابيين حيث أصيب وفقد ساقه. بعد خمس سنوات من محاولة الانقلاب الفاشلة لا يزال حسين يتذكر تفاصيلها ليحكيها للمجال. نتابع. اسمي حسين تشنعر عمري تسع وأربعون سنة ولدي ابنتان. أصبت في المحاولة الانقلابية الفاشلة ليلة الخامس عشر من تموز. ذلك اليوم كنت إماما في مسجد كيتشي أورين. عدت إلى منزلي بعد الصلاة. اتصل بليلتها صديقي وقال هل شاهدت الأخبار؟ يبدو أن هناك انقلابا. فتحت التلفاز وشاهدت البيانة الانقلابية عبر التلفزيون الرسمي. صعقت من الخبر. في الساعة الحادية عشر ليلا شاهدت كلمة رئيس الوزراء بالعلي الدرم. وهو يعلن وجود محاولة انقلابية. لكني كنت أسأل أين رئيس جمهوريتنا؟ ما هو وضعه؟ بعد منتصف الليل خرج الرئيس رجب طيب أردوغان وطلب من الشعب النزول إلى الميدان. ارتحت حين شاهدته عبر التلفاز. توضأت وودعت ابنتي. وذهبت بسيارة صديقي إلى ميدان كزلعي وسط أنقرة. الطرقات كانت مغلقة. نزلنا نمشي نحو الميدان. وشاهدنا الدبابات تتهس السيارات لتفريق الناس وتخويفهم. مشينا بمظاهرة كبيرة نحو مقر هيئة الأركان. كان هناك إطلاق نار بأسلحة ثقيلة. شاهدت عشرات الأشخاص يستشهدون أمامي. حاولنا الرجوع للوراء لكني لم أستطع النهوض. لم أشعر بشيء سوى أني لا أستطيع النهوض. نظرت ووجدت ساق اليمنى قد قطعت. تغيرت حياتي بسبب الإصابة. كنت أعمل إماماً والآن أعمل مديراً في مكتبة شؤون الديانة بأنقرة. غيرت منزلي ومنحت ساقاً صناعية والآن تعودتها جيداً. لن أقول أني خسرت شيئاً. الإنسان يريد طبعاً أن يكون معافى من كل شيء. لكني خرجت من أجل الوطن بالدين. اليوم أنا غاز وسعيد وأتمنى أن لا نعيش خيانة أو محاولة انقلاب كالتي عشناها. بهذا نأتي إلى ختام مجالنا لهذا اليوم الذي ناقشنا فيه. تركيا إحياء الذكرى الخامسة لمحاولة الانقلاب الفاشلة. أفغانستان طالبان تعرض وقف أطلق النار مقابل سجناء. العراق مقتدى الصدر يعلن عدم خوض الانتخابات المقبلة. شكراً لكم على حسن المتابعة. تحية وإلى اللقاء. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر